سمعني انتك يتفتح حوار وطني تحب تحضر فيه الأحزاب سعى حوار وطني اش معناه اول حاجة تجيب لانك مفيش شخصها لا تقصي احد وشو الواحد مش يتحاور كان مع الناس اللي مهاكي ولي كل يغني وجناح ويرضع لي مش يتحاور حاده مع خصومه وقوت الحوار هو انواك المستقلين الناس الباهين الوطنيين هما اللي مش يكونوا الى جانب من يطرح الصرح الصح معناه هو صرح ومش بطان دونك هو محتاج الى من يكون في الوضوح ما هو وكأنه ما حسوشش كوني نجم يكون معاه وما حسوش بواحد بش يجي معاه وهذا يمن ينجمش يتواصل بالشكل هذا هل شو اللي نقوله 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 صيد الرئيس كفانة معناها المد تضيع وقت الآن معناها بداية البلاد عمالة في عوضية ماشي للحل بالعكس النتائج هي الدالة على دالة على غير ذلك الحوار هو الاساس ولذا اضبط معناها الحوار حول ماذا وين نجم يوصلنا الانتخابات سابقة لأوانها الاستفتاء شعبي شنو طرحك في هذا الاتجاه حسين العباسي انت كي تعمل حوار الحوار مش يكون عنده مخرجات تبق المخرجات امتها وتابعا ما اجوها حمانتها الانتخابات تشريعية وجايها اصبحت ما لا ما فر منها بلنسبة لي لا ما فر منها ماشي تجيه سابقة الاواني مالوشي مش مش يجيه في اوانة ماشي يوقدوا نستنوا حتى الان وما نجموش نستنوا لي ان يفهم عباد حابس اللهم امستراجع على من جديد عمل البرلمان فهمتها وذي عملية ريتة وكان تمشي تعمل استفتاء لدات وانسة ترجع على العمل البرلماني يشتغل يقولك لا هذا يزم يفهمها العباد اللي يتنادي بالشرعية بالنسبة لي انتهى البرلمان ما عادش البرلمان اللي رذي الروحه بالشكل هذاكه مانيش يقول فيه هان يقولوا فيه هما تاو يفهم عباد يقولك انا مسعد نستقيل ونخرج منه البرلمان هذا فهم عباد حب تدعو كيفاش تدعو الى حلين يتناجم تدعو الى حلين ودونك استحال عمل بالعودة لك البرلمان ترجمة نانسي قنقر